السلام عليكم إيطاليا أقحمت قوتها البحرية الضاربة باتجاه منطقة الشرق الأوسط وهي الآن تتحرك بالقرب من اليمن وهذا الأمر أصبح واضحا بعدد من التفاصيل التي صدرت من عدد من التقارير المهمة للغاية في الأيام القليلة الماضية من النيفل نيوز وإيتاميل ريدار وكذلك اليوم من قبل أوسين ديفندر وهنا نتحدث اليوم عن حاملة الطائرات الإيطالية المعروفة ITS كوفور التي دخلت الخدمة في عام 2009 وتصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار وهي من السفن القادرة على مواجهة الهجمات والمفاجآت العدائية لوحدها دون الحاجة إلى أي إسناد من أي فرقاطة أو مدمرة أو غواصة على عكس حاملات الطائرات الثقيلة المعروفة حول العالم بالإضافة إلى أنها تعتبر سفينة انزال وحاملة للطائرات الهجومية والهليكوبترات الهجومية وأبرز الطائرات التي تأتي على متن هذه السفينة الإيطالية الهجومية هي AV-8 Harrier 2 بالإضافة إلى طائرات الشبح المعروفة الـ F-35B وهذه السفينة تتحرك بصحبتها كذلك فرقاطة إيطالية وهي فرقاطة ألبينو الرحلة قد بدأت في الأول من يونيو من إيطاليا تحديدا هذه حاملة الطائرات كانت متواجدة في قاعدة تورانتو البحرية الإيطالية وهذه هي إيطاليا تحركت كما تحدثنا في الأول من يونيو ووصلت في الأيام القليلة الماضية إلى وسط البحر الأحمر والتقت بحاملة الطائرات الأمريكية USS Dwight Eisenhower وقامت بتنفيذ مناورات عسكرية مع حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة ونشرت صور لهذا الأمر DVIDS التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية وهذه واحدة من الصور التي تظهر USS Dwight Eisenhower وبجانبها حاملة الطائرات الإيطالية ITS Kovor ولاحظ هذه صورة أخرى أيضا لحاملات الطائرات وهي تتحرك وسط البحر الأحمر وكانت هنالك صور قادمة من قبل الأقمار الصناعية من ضمنها أقمار صناعية صينية هي التي أوضحت بأن هذه السفينة وحاملة الطائرات الإيطالية موجودة هنا وسط البحر الأحمر وبشكل أدق بالقرب من جدة لاحظ هذه هي جدة في المملكة العربية السعودية وهنا تحرك حاملات الطائرات وحتى هذه اللحظة ليس هناك أي أعلان رسمي من قبل إيطاليا حكومة الإيطالية وزارة الدفاع الإيطالية عن المهمة بالضبط التي ستنفذها حاملة الطائرات الإيطالية ITS Kovor ولكن Naval News وضعت عدد من المعلومات المهمة عن طبيعة تحرك هذه السفينة الإيطالية الهجومية المهمة للغاية هي تحدثت بأنها ستقوم برحلة لمدة خمسة أشهر وبأنها ستدخل إلى البحر الأحمر كما هو ظهر الآن ونتحدث الآن ستذهب إلى خليج عدن وكذلك إلى المحيط الهندي وبعد ذلك ستتجه إلى شمال أستراليا ثم إلى المحيط الهندي ثم إلى اليابان وبعدها تعود إلى الفلبين وبعد ذلك تعود مرة أخرى إلى المحيط الهندي ومن المفترض بحسب هذا التقرير أن تعود إلى إيطاليا مرة أخرى وهذا هو الذي أثار انتباه مصادر مهمة مثل أوتسين ديفندر التي وجدت بأن وجود حاملة الطائرات وتحركها في هذه المنطقة وتحديدا باتجاه المحيط الهندي هو قد يعني الكثير فيما هو قادم باتجاه جماعة الحوثي التي صعدت بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية وفي الأسابيع القليلة الماضية لأن هذه السفينة تحديدا بوجودها بهذه المنطقة فأن هذه المنطقة تعتبر من مناطق العمليات المهمة بالنسبة لجماعة الحوثي حيث أن جماعة الحوثي تهاجم كل سفينة تقريبا تمر في المحيط الهندي الذي يعتبر هو الخط البديل لكل تحركات سفن الشحن إن كانت متجهة إلى مضيق هرمز إلى الخليج العربي أو إلى جنوب شرق آسيا أو إلى آسيا بشكل عام وهو الخط البديل لتحرك السفن وسفن العالم بسبب الهجمات الكثيرة لجماعة الحوثي في خليج عدن وكذلك في البحر الأحمر وبالتالي هذا هو الخط البديل وهو الخط الذي هو يعتبر خطا غير محميا من قبل حلف حارس الإزدهار وحاملة الطائرات أن تتواجد هنا قد يكون له معنى ولا بد من الانتباه بأن إيطاليا منذ بداية هذا العام تحديدا نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير أعلنت بأنها بدأت بقيادة حلف جديد وهذا الحلف الجديد أطلقوا عليه عملية أسبيديز هو حلف أوروبي تقوده إيطاليا الدفاعي ضد جماعة الحوثي وجماعة الحوثي في حينها قالت بأنها ستستهدف السفن الإيطالية في حالة قامت إيطاليا بأي هجمات مباشرة على جماعة الحوثي وحلف أسبيديز هو يأتي من أجل مساندة حلف حارس الإزدهار في هذه المنطقة وأيضا لا بد من الانتباه لأن حاملة الطائرات الإيطالية قامت بمناورات عسكرية كما تحدثنا مع يو أس أس دوايت آيزنهاور التي تأتي من ضمن مهامها الرئيسية هي توجيه ضربات على جماعة الحوثي بشكل مستمر وتوفير الحماية والنقاط الدفاعية طبعا أو تجديد الدفاع في هذه المنطقة بالتالي وجود حاملة الطائرات الإيطالية هنا في هذه المنطقة ومرورها ذهابا وإيابا قد يعني بأن إيطاليا لم تعلن حتى هذه اللحظة عن عملية تخطط لها أثناء مرور حاملة الطائرات في هذه المنطقة الساخنة للغاية بأنها تبحث عن توفير مثلا الحماية لهذا الخط المهم للغاية وكذلك أيضا تعد لعمليات هجومية أيضا على جماعة الحوثي من الممكن أن تستخدم طائراتها الحربية مثل الأف خمسة وثلاثين الشبح التي ظهرت أمامنا أو حتى الأيذي ايت هيرير تو وكذلك أن تكون وأن تساند حاملة الطائرات يو اس اس دوايت آيزنهاور وبالتالي تشدد من ضرباتها على جماعة الحوثي من أجل إضعاف قدرات جماعة الحوثي التي لم تعد فقط تستهدف هذه المناطق بأكملها إن كان خليج عدن أو إن كان حتى البحر الأحمر وحتى وصلت إلى البحر المتوسط بل إنها تهاجم المحيط الهندي وكذلك تهاجم كذلك البحر العربي وأعلن العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة عن جماعة الحوثي عن تمكن هذه الجماعة من ضرب سفينتين من سفن الشحن وهي من السفن اليونانية أو عفوا السفن السفينة سويسرية وكذلك سفينة ألمانية موجودة في البحر العربي واعترفت القيادة المركزية بهذا الأمر لا بل إن جماعة الحوثي بدأت أيضاً بمهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس دوايت آيزنهاور وقالوا أيضاً بأنهم هاجموا المدمر أج أم أس دايمند وتمكنوا من إصابتها وواضح جداً أن يو أس أس دوايت آيزنهاور من الصور التي رأيناها من التصريحات الأمريكية لم تصيبها جماعة الحوثي وحتى أن أج أم أس دايمند البريطانية قالت بريطانيا ووزارة الدفاع البريطانية بأنها لم تصب وبأن هذه التصريحات القادمة من جماعة الحوثي هي غير صحيحة نهائياً ولكن الجماعة ناجحة في تصعيد كل هذه الهجمات ومن الممكن أن يعني هذا ويعني تحرك حاملة الطائرات الإيطالية بأن هناك شيئاً كبيراً وهجمات كبيرة قادمة على هذه الجماعة في ظل إزدياد الضغط إن كان في قطاع غزة أو إن كان باتجاه كذلك لبنان وحزب الله اللبناني في ظل أوضاع صعبة للغاية في منطقة الشرق الأوسط لكن جماعة الحوثي يبدو بأنها تستعد لكل سيناريوهات القادمة ضدها بغض النظر إن كانت حاملة الطائرات الإيطالية ستشارك ستتواجد في هذه المنطقة أو لم تتواجد فإن جماعة الحوثي تستعد على مستوى الأنفاق على سبيل المثال وهذا الأمر أصبح واضحاً من خلال تطور جديد داخلي في اليمن وتحدثت عنه العديد من المصادر وهي مسألة من المفترض أن تكون مهمة ومفيدة للشعب اليمني بالتجارة اليمنية الداخلية والحركة في مدينة تعزألة وهو فتح طريق حوبان حوبان التي تسيطر عليها جماعة الحوثي هذا الطريق الذي نراه بدأ تعاون بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي لفتح الطريق لتسهيل حركة المواطنين اليمنيين الكثير من الصور التي أظهرت أن هناك حركة كبيرة ومهمة باتجاه هذا الطريق ولكن المفاجأة أن صورا جوية أوضحت أن الأمر أكبر من مسألة فتح هذا الطريق هذا هو الطريق الذي تم ذكره طبعا وهو واضح أمامنا وأن هناك نوع من إخلاء هذا الطريق وفتحه لكن فجأة ظهر هنا نفقا تحفره جماعة الحوثي كما نلاحظ هذا وهيكل النفق وأن هناك عمليات حفر سريعة بالنسبة لهذا النفق بجانب فتحه هذا الطريق وهو الذي أثار جدلا كبيرا في الداخل اليمني وقد ظهرت كذلك معدات ثقيلة وآليات ثقيلة تستخدم في عمليات الحفر لهذا النفق الذي ترونه هنا هذا هو النفق وعمليات الحفر مستمرة بالنسبة لجماعة الحوثي وإذا ما حاولنا أن ندقق بطبيعة هذا النفق والموقع الذي يتواجد فيه سنرى بأن هذا الموقع ليس عاديا أبدا تلاحظ هنا بأننا أمام لوحة إعلانات وكذلك لوحة إعلانات أخرى تأتي بهذا الاتجاه هذا هو النفق كما تحدثنا وكذلك ترى بأن هناك أبراجا على هذا السياج برجين كما هو واضح صورة أخرى توضح الجهة اليمنى لهذه المنطقة وهي الصورة التي رأيناها قبل قليل نحن أمام مرة أخرى لوحة الإعلانات هنا وهذه لوحة إعلانات أخرى وسترى بأننا أمام لوحة أخرى موجودة هنا ونلاحظ أن الطريق مميز للغاية هنا بعض التراب وهذه هي بعض العلامات التي ستساعدنا في معرفة هذا الموقع بالتالي إذا متجهنا بسرعة إلى القمر الصناعي لكي نطلع على هذه النقطة التي توضح أن الجماعة تحفر الأنفاق بشكل مستمر باتجاه العديد من المناطق هذه هي تعز وإلى شرقها تأتي حوبان هذه هي سنرى حوبان هنا والطريق المذكور هو يأتي من هذه النقطة الشرقية إلى وسط تعز والنقطة التي رأيناها هي هذه المنطقة أو هذه النقطة التي تتطابق مع الصور التي رأيناها قبل قليل هذه هي دوحة الإعلانات وهذه لوحة الإعلانات الثانية وسترى بأن الأبراج التي ذكرناها حاضرة وواضحة هنا مع السياجة الخاص بها وكذلك تلاحظ أيضا هذه اللوحة الأخرى وهذه كلها وهذا هو الطريق الواضح الذي تقوم جماعة الحوثي بحفره وبالتالي النفق يمتد هنا هو الذي أصبح واضحا من خلال هذه الصورة الملتقطة الجوية مع إخلاء هذا الطريق وكذلك أن الأقمار الصناعية أوضحت من خلال آخر صورة محدثة أظهرت أن النفق يمتد إلى أبعد من ذلك إلى أبعد مما هو ظاهر في هذه الصورة ستلاحظ بأن النفق نوعا ما واضح هنا في هذه النقطة كما نلاحظ وكذلك أن هيكل النفق حاضرا هنا قبل أن تقوم جماعة الحوثي بدفنه وبالتالي تنشئ طريقا أو تنشئ نفقا بالقرب من هذا الطريق الذي سيربط مناطق جماعة الحوثي بتعز وبالتالي نحن نتحدث هنا النفق يمتد كل هذا الخط تقريبا 250 مترا هو الطول الواضح من الأقمار الصناعية ومن الصور التي التقطت وبالتالي نحن نتحدث عن طريق وعن نفق بجانبه باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أي إذا ما أخذنا صورة أوضح لكي نفهم ما الذي يعني هذا النفق وهل هو فعلا يشكل خطرا على هذه المنطقة التي نتحدث عنها ستلاحظ بأننا هنا أمام جبل الدوملة وهذه هي حوبان وهذه النقطة التي ذكرناها وهنا مناطق تواجد الحكومة الشرعية بصورة أوضح من اللايف يوماب يمن ستلاحظ أن هذه نفس المنطقة التي ذكرناها هذه هي الحوبان وستلاحظ جبل الدوملة ومعنى ذلك أن المنطقة وأن الطريق تقريبا يأتي بهذا الاتجاه باتجاه مناطق سيطارة الحكومة الشرعية وهذا يعني الكثير هو يعني أن هذه الجماعة مستمرة بحفر الأنفاق وهي نوعا ما تضع الحكومة الشرعية تحت النار وتحت الخطر وتحت التهديد بأنها من الممكن أن تقوم بمهاجمة مدينة تعز وتحاول أن تسيطر عليها وتضعها تحت الضغط بأننا حاضرون ونجهز للكثير من التفاصيل والأمور بوجود طبعا خبرات مهمة جدا قادمة من الحرس الثورية الإيرانية وغيرها من هذه العناصر والخبرات الإيرانية وهو الذي يضع الحكومة الشرعية تحت الضغط بأن إن استخدمت أو على سبيل المثال تعاونت مع هذا الحراك الدولي الإيطاليا قادم من إيطاليا أو قادم من الولايات المتحدة أو بريطانيا في وضع منظومات دفاعية من الممكن أن تشكل خطا دفاعيا كبيرا من هجمات جماعة الحوثي باتجاه خليج عدن أو حتى باتجاه المحيطة الهندي فأن جماعة الحوثي تهيئ وتهيئ البنى التحتية لتحقيق مثل هذه الهجمات بالتالي نحن أمام صورة واضحة لجماعة الحوثي بأنها تحفر الأنفاق والبنى التحتية لمواجهة أي هجوم دولي كبير لحفاظ على أسلحتها وعناصرها وأيضا لتهديد منافسيها المحليين